سؤال أخير يا موندا إيه اللي يخليكي تحسي أو بتفقد الأمان ده؟ أفقد الأمان لو تعرضت لحاجات زي ما قلت لحضرتك من شوية مثلا لو أنا في علاقة كنت واثقة فيها جدا وجدت خزلتني أنا كده هيخليني أفقد الأمان في العلاقات دي بس المهم أن أنا ما عممش فهم أصدي يعني مثلا أنا في علاقة خلاص ما ديتنيش الأمان فما ينفعش أقول بعدين خلاص هي كل العلاقات مش هتديني الأمان لو واحدة مثلا تجوزت شخص فما حسسهش بالأمان إذن خلاص الجواز مش هو الأمان فالتعميم حتى إحنا بنسميها يعني من ضمن أخطاء التفكير هو التعميم أن أنا خلاص أنا جربت الحاجة فبالتالي ما نفعتش معي فعممتها على كل حاجة يعني كل العلاقات هو بصراحة يعني أنت معاك حق أنت معاك حق بس مثلا تلاقيه واحدة حلوة قوي جزء سبعة عشان واحدة وحشة قوي هي هتفقد الأمل في الحب ولا في شكلها ولا في إيه فتلاقيها تجننت واحدة مثلا إيه سبعة وراح لوحدة مثلا غنية وصاحبة شركات وبزنس وومن كده فتلاقيها نزلت وخست واشتغلت وعملت كل مبوس عنها تعمله عشان ترجع تاني الأمان بالنسبة لها تلاقيها وقعت في علاقة تاكسيك واحد بيستغلها وعايز فلوسها يعني من هنا ليهن علشان مصدر الأمان هي مش عارفة برد يعني هي محددها في حاجة معينة فبالتاني فقدته فهي بتبدأ تخلق لنفسها حاجة نفسية يعني أنا هبدأ أغيزه بقى هبدأ أخس هبدأ أدور على حد تاني أستمد منه الأمان بس بشكل مثلا وبلايك إذا دخلتك في علاقة غير صحية بسبب أن أنا لا مركزة في نقطة الأمان عشان دايما أقولت ليت في الأول خالص الأمان في علاقة حاجة ثابتة علشان كدا أمان في علاقته بربنا دي أول حاجة وإلاقي بنفسي وفي عند فكرة النقطة مهمة جدا لنحنان ما ناخدش في коينا منها يعني نخص دايما بناخد بلنا لنجلت فنفسنا ونقنم في نفسنا وبادايما أنا السبب ودايما أينا في جلبه زي طول الوقت فبالتالي أنا علاقة بنفسي ما فياش طمأنينة يعني أنا مش بعرفة طم من نفسي حتى لكن تيجي بقى لبقى الحاجات اللي احنا تكلمنا فيها الدواز والعلاقات والعيلة والمنديات كل هذه حاجات مهمة بس منفعش تبقى هي الحاجة الأساسية يعني منفعش هي الحاجة الأساسية اللي أعتمد عليها صح جدا إن شاء الله نعمل حلقة بقى تبقى معايا في الستوديو لأن العلاقات دي أصلا يعني متفرعة جدا علاقتي بأهلي غير علاقتي بجوزي غير علاقتي بأهلي جوزي غير علاقتي في الشغل غير علاقتي بولادي ويعني حاجات كده مكالكعة كلها في بعض بس إن شاء الله كلامك حلو قوي وأنا بقى مش عايز أحرقه كله عشان تبقى معايا في الستوديو مرة تجاة إن شاء الله خلاص اتفعنا استشاري العلاقات الأسرية وصناعة المحتوى من دواديع بشكرك جدا يا فاند